كانت تحاول الاستمرار بقيادة محافظها عيدلوس الزبيدي الإنجاز تطبيع الأوضاع الأمنية وافتتاح الأجهزة الأمنية ذاتها كانت تطلب المزيد من العمل على البناء وفتح أقسام الشرط لكن استمرت عمليات الاغتيال والاستهدافات الأمنية رغم أن الأشهر الأولى من العام المنصرم كانت قد العمليات المدهمات وكشف أماكن الأوكار الإرهابية والقبض على الكثير من المشتبه بهم كان المشهد يبشر بالكثير لكن حدث انهيار عكسي في المشهد الأمني إذا ظلت مشكلة العمليات الإرهابية لا تكشف خيوطها من قبل الأجهزة الأمنية بل إن أساس الإشكالية هو عدم توحد الأجهزة الأمنية سواء هناك إدارة أمن هي المعنية الأولى بقيادة وزارة الداخلية ظلت إدارة الأمن ووزارة الداخلية تعملان بمعزل عن بعض وبمعزل عن التنسيق مع نهاية 2017 شهدت العاصمة المؤقتة افتتاح وزارة الداخلية من قبل القائم بأعمال وزيرة الداخلية نائب الوزير افتتاح وزارة الداخلية بعد عامين من انتهاء الحرب يدل على أساس المشكلة وكل الوعود التي طرحت في حفل افتتاح وزارة الداخلية لم تنفذ أيضا إدارة الأمن نفسها تمر بإشكالية عدم خضوع الحزام الأمني لإدارة الأمن الإشكالية ذاتها يعني أساسها القانب المالي حيث الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بل القهاز العسكري بالكامل وزارة الدفاع والوية في إطار عدن تعاني من الأزمة المالية وعدم انتظام صرف الرواتف بينما الحزام الأمني المدعوم من الإمارات هو أكثر الأجهزة دعما وانتظاما في استلام رواتبهم ما يجعل الأجهزة الأمنية غير متكافئة ومشتتة بالإضافة إلى غرفة العمليات الموحدة وإقسام الشرط وربط هذه الدوائر الأمنية بالسلك القضائي والنيابة كل هذا كان سيساعد العاصمة المؤقتة على تطبيع الأوضاع الأمنية لكن هذا لم يحدث وزير الداخلية المعين حديثا بالأمس ألقى خطابا أعبر عن وعود بكمال هذه المهمة أو قعلها أولوية لكن الإشكالية ستكون أمام خارطة القوى في العاصمة المؤقتة هناك دول التحالف والإمارات بقوتها العسكرية أو بالقوات المحلية المدعومة من قبلها هناك أيضا تقاسمات نستطيع أن القول أنها حزبية مناطقية سواء هناك ألوية الحماية الرئاسية مكونة بطابع معين هناك أيضا ألوية عسكرية تابعة للحراك القنوبي هذه التباينات بين الأجهزة الأمنية وبين التشكيلات العسكرية في العاصمة المؤقتة لم تحل رغم أنه عام 2017 بدأ بوعود إخراج كافة المعسكرات من العاصمة المؤقتة لكن هذا الوعد الذي يطالب به الناس منذ سنوات لم ينفذ هناك إحباط من ناحية التحركات الرامية لقطع أشواط واسعة في هذا الملف لكن ينتهي عام 2017 بوزير داخلية معين حديثا وينتظر منه الكثير في هذا العام نعم يعني آدم إذا وصفنا الصورة نوعا ما التي لا تشمل عدم في التعديلات الأخيرة التي حدثت من قبل الحكومة في خمس حقائب وزرية فما ردود الفعل سواء على الأوساط السياسية أو على حساب المواطن العالي البسيط التعديلات الوزرية الأخيرة أيضا تعين عدة تعين محافظ لتعز بالمقابل لم يعين محافظ لعدن يبين أن الحكومة ما زالت والرئاسة مؤسسة الرئاسة وصنع القرار ما زالت أزمة السلطة المحلية في عدن عائقا أمام أو معضلة لم تستطع الحكومة حلها قائم بأعمال محافظ عدن تحركاته لا تشي بصلاحيات واسعة ولا يوجد لديه حسب مراقبين قدرة على صنع القرار واتخاذه وإحداث تغييرات على أرض الواقع سواء المؤسسات الحكومية والمكاتب الوزارية في عدن ما زالت ضعيفة ولا تمتلك موازنات الكثير من مكاتب الوزارات في عدن لا تمتلك أي موازنة حتى الوزارات التي افتتحت دواوينها مطلع عام 2017 هناك شكوى أنها تعمل في إطار عدن فقط الكثير من النازحين والذين يأتون إلى عدن لاستكمال معاملاتهم كأي عاصمة يقولون أن دواوين الوزارات كأنها غير معنية بكافة محافظات القمهورية وإنما تتعامل بشكل محدود في إطار محافظة عدن التعديلات الوزارية لم تحدث فارقا ولم تكن هذه التعديلات لأغراض تقييم أداء المحافظين المقاليم بقدر ما هي تغييرات بطبيعة التقاذبات السياسية كون الوزراء المعزولين محسوبين على الحراكة القنوبي بينما هناك الكثير من تقييم لمختلف الوزارات تمر بفشل لم يتطلها التغيير الشارع في عدن منقسم بين تأييد الرئيس هادي وما بين تأييد الحراكة القنوبي وهذا الانقسام يظل في نطاقه السياسي وفي ظل الاختلاف وفي ظل الحراكة السياسية السلمية الذي بدأ عام 2007 وإلى الآن الحراكة القنوبي يتطور في خارطة القواء ويعتبر رقم صعب خصوصا بعد الحرب وخصوصا مشاركته في الحرب فاعلية ومع نهاية العام أيضا شهدنا افتتاح القمعية العمومية وتشكيلها والإعلان عن ممارسة عملها في المحافظات ورغم أن المجلس الانتقالي وقامية العمومية بشكل عام يعتبر مكون سياسي بعكس ما يطرح أنه شرعية بديلة إلا أن هذا المكون المدعوم إماراتيا هناك مراقبون يرجحون أنه يتحرك بضوء أخضر من القوى الإقليمية ويتوقف لحسب عفوا إذا تسمعني آدم تجاذبات السياسية لننتقل منها إلى نقطة الملفات الحقوقية وقضايا المعتقلين ماذا عن عام 2018؟ هل سيشهد تغيرا؟ الملف الحقوقي وملف المعتقلين دائما ما يعيدنا إلى النقطة الأولى وإلى الملف الأمني لأن أولى الدوائر المؤسسة القضائية هي أقسام الشرط إلى الآن لا تزال غير مفعلة وإلى الآن النيابة تعتبر هيكل ناقص لأنها غير موزعة على كافة أقسام الشرط وقهاز البحث الجنائي ما زال يعمل بشكل مركزي ومحدود إذا تفعلت كافة دوائر المؤسسة القضائية ربما تشهد العاصمة الموقعة في هذا العام تغييرا ملحوظا بالرغم من كون النيابة العامة فرضت زيارة سيغنبير أحمد الذي يقع تحت سلطة التحالف الحزام الأمني وهذه الزيارة وإخضاع الكثير من المتهمين للتحقيقات عملت على حل حلة هذا الملف قليلا والإفراق عن 29 معتقلا في شهر ديسمبر لكن بقية المعتقلين يعتبرون عائقا أمام إكمال هذا الملف طالما لم يقدموا إلى النيابة وإلى المحاكمة بشكل عام ولعل العدد الكبير لهؤلاء المعتقلين والكثير منهم في سجون غير معلنة ما يجعل هذا الملف غير مكتمل ولا يعد بيد الأجهزة القضائية وبيد وزارة العدل بشكل عام إذن آدم آخر الأسئلة عن الحكومة والمشتقات النفطية كأزمة هل ستحل ولربما أيضا تحسن يشهده القطاع الخدمي هذا الملف تحديدا منذ انتهاء الحرب لم تتقدم وزارة النفط خطوة واحدة في هذا الملف مصافي عدن هناك بحسب تواصلنا مع إداريين في مصافي عدن عندها القدرة على تكرير النفط بهذه الإمكانية القليلة وإذا ما وافقت الحكومة على صيانة مصافي عدن التي يعتبر عمرها أكثر من خمسين عاما فإن مصافي عدن ستنقل البلد بأكمله نقل اقتصادية فارقة وستستغني اليمن عن الكثير من المساعدات الخارجية إذا ما تم تفعيل مصافي عدن وقعله يقوم بدوره المشهد النفطي والوقود تنعكس الأزمة على الكهرباء وعلى كافة الخدمات لكن يبدو أن الحكومة لا تقعل هذا الملف في أولوياتها تصريح أو بيان المحافظة المفلحة بيان هذه الصورة ولم ترد الحكومة بالنفي على أن أولويات الحكومة هي الاتصالات وتحسين شبكة الاتصالات تواصلنا مع الحكومة وعبر مسؤولون عن نية الحكومة الاستمرار في هذا النهج وأن تركز الإيرادات أو انحصار الإيرادات الاتصالات إلى صنعاء وإلى السلطة الإنقلابية يعد سببا رئيسيا في نقص الموارد وضعف السيولة هذا الملف وهذه الرؤية للحكومة هذه الرؤية للحكومة تقعل ملف الخدمات والبنية التحتية بكافة مناحيها غير ذات أولوية ما يعني أن الأزمة ستستمر طالما الحكومة لا تعتبرها أولوية أيضا ناشئ نعم آدم حسامي مرسلنا كان معنا من عدن اتضحت الصورة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر